أول ما دخلت نعم فيه تحديات فيه كثير من الملفات فتحناها بالتعاون مع أولاً ميتس الإدارة وثانياً الأخوة في ديوان المحاسبة عندنا تعاون قريب مع الأخوة في ديوان المحاسبة بشأن ملف التجاوزات وملف الفساد بالإضافة إلى أن نحظى بوزير هدف أن يحارب الفساد مع الوزير الأخ الفاضل عيسى الكندري وأتيت إلى مؤسسة فيها الكثير من الموظفين وصلوا إلى سن معين ولا يرقبون في العمل حبيت أو ما حبيت نحن مداومين فواجب علينا أن نتخذ جراعات قانونية فيهم واجب أن نطبق القانون على هؤلاء وهم اعتادوا بمرحلة من المراحل على خمول معين إلا أننا اليوم فتحنا باب التوظيف وأتانا بما لا يقل عن 1800 متقدم كويتي من خيرة شباب الكويت عندهم الطموح مثل الطموح الذي نعين فيه بالمؤسسة وأكثر هذين اللي راح يأخذون المؤسسة نحن لا نبخص بحق الموظفين اللي كانوا موجودين ولكن وصلوا إلى سن معين نحن نقول أنه أنا الوقت أنهم يتقاعدون وهذه مسيرة الحياة يعني لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك ونحن واجب علينا أن نحن كلنا يوم اللي يام نسلم هذا الكرسي إلى من يأتي من بعدنا وهي أمانة بالأخير شكرا